سؤال البعث ذارب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضل حضرتك أنا معايا مبلغ وعمل بي شهادة في البنك وعاوز أشتري شاء فالبنك عرض علي أني ممكن أخذ قرض لغاية 90% من قيمة وأشتري الشاء وأسدد قيمة الشاء من أرباح الشهادة فهل هذا جائز شرعا؟ ده اسمه تمويل شراء شاء حد يقول لي بس اللي حاصل إن البنك مش هيشتري الشقة هنا بس أنا وباخد الفلوس دي باكتب الغرض في وثائق أخذ هذا المال ده لازم ما بقاش خلاص ينفع في وثائق أخذ الأموال من البنك ما بقاش ينفع إن أنت بتكتف أوراق الوثائق إن أنت تاخد المال من غير من نص على من غير من نص على إيه؟ على سبب أخذ هذا المال فإذا كان سبب أخذ هذا المال هو شراء الشقة هنكتب كده إن المال مأخوذ لشراء الشقة وتم الموافقة على هذا الغرض من شراء الشقة تحول هذا المال الذي أخذته إلى تمويل إلى ماذا؟ إلى تمويل كون إن هذا التمويل ده هيتم تسديد أقصات هذا التمويل أو المال الذي به تعطي البنك حقه في عائد هذا التمويل من عائد شهادة الاستثمار اللي عندك فده جائز شرعاً يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى ده جائز ويأخذ المال في هذا المعنى جائز شرعاً لأنه من قبيل التمويل وتسديد الأموال من قيمة الشهادة اللي عندك ده جائز شرعاً لأنه هو نوع من أنواع الوفاء بالتعاقد الذي تم عن طراض فيكون هذا جائز وليس فيه شيء ترجمة نانسي قنقر